المسيح في إنجيل يحنة من فوق وأهميتها ابتدى الرب يسوع يتكلم عن حقيقة مهمة جدا وهيذكر آية هي محور الكتاب المقدس وآية أعتقد كلنا حافظناها منذ نعومة أضافرنا زي ما بيقولوا في الكتاب المقدس اللي هي بتشرح لنا صلب الكتاب المقدس بيقول الرب في آية 14 من يحنى 3 وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأنه هكذا حب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية أحبائي في الجزئية دي الآيات اللي أرناها تعتبر قمة عالية في الكتاب المقدس وفي الإنجيل بشكل خاص في كل الكتاب المقدس بلتعلم عن عطاء الله الآب من نحو البشرية بمحبة فائقة لدرجة أنه قدم ابنه الوحيد الأزلي اللي هو كلمة الله وصورته شخص المسيح يسوع ربنا وخصوصا الآية 16 الآية المحورية لأرناها اللي أصبحت عبر الأجيال زبدة ومحور الإنجيل وتعامل عليها عضاة بعدد شعر رصنة لما تحويه من معاني وعمق إلهي في آية 14 اللي بيشير فيها المسيح إلى حدسة الحياة النحاسية في البرية تذكروا اللي وردت في سفر العدد أصحاح 21 خلينا أذكركم لما تاه شعب إسرائيل في البرية وبسبب عصيانهم وتمردهم على الرب وعلى موسى عقبهم الرب بالسماح للحيات إنها تيجي وتلدغهم وكانت وسيلة الرب لإنقاذهم عشان الموضوع ده يستشفاء من سموم الحية هو إنه الشخص اللي تلدغ بالحية يرفع نظره إلى الحية النحاسية المرفوعة مؤمنا أن الله سيشفيه من كل قلبه فيشفى دي كانت طريقة الله للشفاء من لدغة الحية ودي كانت شبه نبوة على فكرة مبطنة عن موت المسيح على الصليب مرفوع بين السماء والأرض وهكذا بنفس الطريقة كان من يتطلع إلى المسيح اللي علق على الصليب المرفوع من أجل خطيانا رفع لأجل خلاصنا بإيمان قلبي صادق بأنه سيخلص خلاص أبدي وروحي سيخلص من لدغة الخطيئة المميتة القاتلة وهنا بنيجي على الآية العظيمة الجليلة اللي بتكلم بتتكلم لنا عن كمال المحبة الإلهية ومنتهى التطحية والبزل والعطاء كلمة هكذا قد كده بتتكلم عن كم المحبة اللي لا حدود لها لا قياس لها زي ما قال أحدهم لما الرب حب أن يوصف مقدار المحبة فتح ذراعه على الصليب على الآخر وقال هكذا قد كده أحبابتكم والغريب جدا هو أن العالم وهو في عز عداوته مع الله قدم الله المحبة والغفران عشان كده بيقول في رسالة روميا أصحح خمسة الآية الشهيرة ولكن الله بيّن محبته لنا إذ ونحن بعد خطات مات المسيح لأجلنا فعز خطيانا أرسل الله ابنه عشان يفتدينها لنفسه الحقيقة أنا بنشوف نموذج الحب الحقيقي مثال ليس بعده مثال هيوضح الرب أبعاد المحبة دي بطرق متنوعة في الأصححات اللي جاية ومن أهم العبارات التوضيحية اللي قالها الرب يسوع نفسه في يحن 15 لأنه ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحباه أغلى ثمن ممكن يقدمه شخص هو مش أمواله ولا ممتلكاته ولا أشياء مدية وقتية لكن نفسه نفسه المسيح قبل لكل المجد يعني يدفع عقبنا أحنا وتمن خطيانا أحنا بموته بجسد والطاهر نفسه أقدمها نيابة عنه وبعدها أقدم لنا نوعية حياته زي نوعية حياة الله الحياة الجديدة الحياة الأبدية اللي اشتراها من أجلنا على الصريب بموته بقيمته ولما نقدم الإنجيل والبشارة للناس اللي حولينا على فكرة ياريت نصلي ربنا يساعدنا أن نكون مستعدين نقدم تضحية كمان زي سيدنا براحة تضحية براحتنا وأمننا وطاقتنا ووقتنا ومالنا وحتى كرمتنا أوقات نحطها عند رجلين الرب عشان خطر نوصل بمحبة المسيح لآخرين وده اللي بيعمل فرق على فكرة مع الناس وبيشجعهم أنهم ينضموا إلينا في تلقي محبة الله العجيبة اللي تجلت في الصليب بنفس الكيفية اللي احنا قابلناها ربنا يبرككم يا حبائي ورب يساعدنا أن احنا تتعمق الكلمات دي ومعناها ومغزاها جوة لبنا باسم يسوع الرب يبرككم شوفكم المرة الجاية آمين شكرا